اهلا بكم مشاهدين من جديد لنقاش الصباح التمسك بنظام غذائي في فصل الصيف ليس بالامر السهل خاصة وان معظم العائلات تتوجه الى قضاء عطلتها الصيفية في الاجازات ما يجعلها عرضة لاتباع سلوكيات غذائية خاطئة تضر بصحتهم ضف الى ذلك الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والذي يجعل الاغذية عرضة للتلف في نقاش الصباح نتحدث عن الاغذية المناسبة في فصل الصيف وكيفية حمايتها من التلف مع اخصائي في الطب الداخلي والتغذية العلاجية الدكتور بل عبدالوهاب فؤاد صباح الخير اهلا بك معنا صباح النور سلام عليكم اهلا بك اذا بداية دكتور غذائنا يمر بعدة براحل من نقله الى تحضيره وصولا الى تخزينه بطريقة صحيحة ما يجعله عرضة للكثير من الميكروبات هذا الامر يجعل طعامنا غير امن خصوصا في فصل الصيف لو نتحدث بداية عن سلامة الغذاء وما هي الاغذية المناسبة لفصل الصيف بسم الله الرحمن الرحيم هذا شيء مهم في فصل الصيف يعني كي تكون الحرارة المتفعة كان شيء مهم لازم نحترمه هي سلسلة التبريد كما قلت تقولي كان سلسلة من عند المنتج الموزع البائع ثم المستهلك هذا الاربعه يشكله سلسلة وهذه السلسلة لازم تكون فيها احترام سلسلة التبريد هذا هو الشيء المهم والاهم باش ما يكونوش التسممات الغذائية يعني المنتج لازم يحترم كل الظروف باش يعني المنتج تعويقات آمن الموزع خاصة يعني كما قلوا الترانسبرتر هما في السلسلة هذية هما مماريون فابري يعني أضعف حلقة في السلسلة هذية لأنه بعض الأحيان يتم نقل بعض المنتجات بطريقة عشوائية يعني مثلا يخلطوا الحليب ومشتقاته مع اللحوم مثلا لازم يكون كاين احترام هنا يا البائح خاصة كي يجهل يعني المنتج يعني المأكلات هذوما مثلا الياه وطولة لازم يحكم السلسلة التبريد يعني يخزنهم في مكان آمن في ثلاجة يعني تعمل مليح وتاجة الحرارة لازم تكون يعني محترمة والمستهلك هو اللي معطيلوا هنا يا المسئولية يعني احنا المستهلكين لازم نشوفوا يعني المنتج هذا يعني أسكر صلاة فيه يعني خلل في هذة السلسلة يعني مثلا إذا نشوف أنا العلبات على اليه وطولة نعطي هذا الميثال المباسط إذا اشتها بنفخة ولا احتوي إذا صلاحية ما زالت نخاف منها نوعا ما إذا نشوف تلاجة البائعة يعني ما تبردش من اللي يحولها لازم نتفادها تاني يعني هذه السلسلة تتبريدها طيب في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الأحرارة التي شهدناها وما نزال نشهدها كيف يمكن الحفاظ على جودة الغذاء وما هي طرق حفظ الطعام دكتور هي احنا كمستهلكين لازم نتعلم بعض السلوكيات في حفظ الغذاء نبدأ مثلا بالثلاجة الثلاجة لازم تكون مقية يعني تكون ممسوحة مليح وتانيك لازم نكون على بالي بالكاين يعني الضرج المخصص للحليب ومشتقاتي هي يعني الضرج الأول مثلا نقدر بحط فيه الأجبال والياعوت ما نخلطش الجبن مع مثلا مع الخضر ما نخلطش المنتوجات كي تكون يعني مشي من نفس النوع الضرج الأول تعالى الأجبال الضرج الأخير تعالى الخضر ولازم نعرف فيش حال لازم المدة اللي يقعدوا فيها المنتوجات هذو ما في التلاجة كان اللي يقعدوا تلتياب ويتلفو مثل اللحوم كان اللي أسبوع كان اللي يقدروا يطولوا النوعين ما ولازم تانيك كيكون فصل الصيفة على بالي باللي كان من دك كان انقطاع الكهرباء يعني على بيها ما لازمش تانيك كي نشري نشري بكمياء كبيرة تاني ما قدش نخزن على مثلا المنتوجات اللي تكون تتلف بسهولة كان أمر واحد آخر كان مثلا الخضر والفواكه اللي هي على بناب اللي ناكلوها بزاف في فصل الصيف راح يتتبع على الأرصيفة يعني إذا نشريها من أفضل نشريها من السوق وين تكون في مكان آمن وعنما تحتضل مشي تحت أشعة الشمس المشروبات مثلا غازية الماء إلى آخره يكونوا معرضين بزاف الأشعة الشمس من شريها مشي يكونوا محطوطين برهم هذا يشكل خطورة على صحة المستهلك نعم وما يشكل كذلك ربما دكتور خطورة على صحة المستهلك أنه العديد أو الكثير من الأشخاص يرجعون إلى عادات وسلوكيات غذائية خاطئة في فصل الصيف وهي الاكثار من الأطعمة الدهنية لو نتحدث عن خطورة الأطعمة الدهنية على الجسم هي بطبيعة الحال أطعمة الدهنيات تشكل خطورة لأنه على باني بالي صحة الإنسان مرتبطة بعد الأمور الأيدية مثل كوليستيرون، السكرية التولاتية، مرض السكر، السمنة هذا ما على باني بالي شكرا لي خطورة في هذا المجال يعني صحة الإنسان وخاصة في فصل الصيف يعني هذه المأكلات هذه بعدها ما كان يعني نوعا في طبيعات الحال هي من الأفضل نكونون تشهون نحو الأكل كي يكون نية يعني الخضار، الفواكه، الصلاطة الأمور اللي ما تكونش يعني كثيرة الدهون لأنه تبع كليت صراها هذه التخمة وتسمومات إلى آخرين الدهنيات لازم نتفاداهم وإذا كليتهم أنا أكرمش بزاف نعم، طيب احتياجات الجسم خلال فصل الصيف وتأثيره بارتفاع درجات الحرارة يعرضه للجفاف بصفة أكبر ما هي الأطعمة المناسبة للحفاظ على الرطوبة في الجسم خلال فصل الصيف دكتور؟ هي كي نشوف أنها تداول الفوصون وكي يتغير يعني الخضر والفواكه على حساب المواسم نعرف باللي كان حكمة في الأمور هذه يعني قدرة إلهية يعني نعطي على سبيل بيثال بعض الفواكه مثل الدلع والبطيخ واللعكي كي يكون وقتهم في فصل الصيف يعني فيهم نسبة الرطوبة يعني تفوت 90% لأن اليداعش وإحنا نستهلكهم بكثرة في هذا الفصل يعني حتى الخضر مثلا إحنا ناكله بزاف صلاطة إلى آخره الطماطم غنية بالماء الصلاطة الخاص الخيار مثلا هذا ما قاعد تكون غنية بالماء وتلبي الحاجيات حيث الماء بثلت يعني ثلت الحاجيات التي تغطيها المأكولات هذه الثلاثين الآخرين لازم نشرب الماء بكثرة أنا نوصل المريض ديالي وش نقوله لازم تشرب نحسب الوزن ديالك نعطي على سبيل الميثال واحد ليوزن مية كيلو يضرب هاد المياه في ثلاثة بش تعطيله نسبة تلت الليترات في اليوم هادوك تلت الليترات هادوكو الحاجيات تتاعه ما هادوك تلت الليترات التلوت الحاجيات تتلبيهم الأرضية والتلوتين يعني لترين لازم يشربهم إنسان ليوزن مية كيلوغرام كميثال نعم طيب من العادات الغذائية كذلك التي عفوا أن تتغير في فصل الصيف وتأخير الوجبات أو تقديمها هذا ربما يؤثر كذلك على صحة الجسم دكتور كيف نضبط سلوكنا الغذائي خلال فصل الصيف هي في فصل الصيف بعروب للناس تخرج عطلة إلى آخره والنمع ما هيش يتغير يعني الناس تسار كتير ما تنطش بكري إلى آخره لذا رح يتأخر مثلاً فتور الصباح حتى اللي يلحق على الوجبات على الغذاء هي من الأحسن ما نغيرش بزاف الممط المائيشي ديالي يعني لازم النوم نحترموه كان شي مهم وهو النوم لازم سبع سوات النوم ديالي نحترمها هادي أول شيء تاني شيء ما ننصحش بزار ما شين الحق تازوش تأصبح تأصبح ونحق ذاك المرحلة تالي الخومون الصباحي إلى آخره وهذا ينتج لي تانيك تأخر الوجبات التوعي كان لي يقول لي يأكل خطرة فنهار كان لي مرتين كان لي ثلاثة هذا تاني شيء ما شين مليح كان واحد الممط المائيشي يسموها كرونو نوتريسيون كرونو مات هالزمن نوتريسون التردية يعني لازم نحترم أنا يا العادات التوعية يعني كل شخص فينا كل واحد فينا عنده عادات ديالو مليح له كم يغيرهمش بزاف على حساب المواسن حتى باش تكون يعني لغلوج ديالنا يعني الجسادية الفيزيولوجية ما تتغيرش بزاف كي تتغير بزاف يعني هادي تعود بصفة سنبي على صحة الإنسان نعم يرتبط كذلك فصل الصيف بالإجازات كما ذكرنا في البداية ماذا تنصحون دكتور بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون كثيرا وقد تتغير عاداتهم وسلوكياتهم الغذائية خلال العطال ما الذي يجب تفاديه وماذا تنصحون بها هي نصحتي أنه الإنسان ماشي من حيغية بالزاف من العادات الترون يعني نسبة التغيير ما تفوتش زي ما أقوله عشرين بالمئة الناس اللي تروح عطلة وتسافر إلى آخره رح تولي تأكل بزاف عناش اللي أبنوا المعكولات تولي متوفرة تروح المشويات المعكولات اللي تكون طيبة بالقليان يعني مثلا البطاطا المقنية للحوم تكثر من هاد الأمور يعني من الأفضل نبدأوا حنايا بالخضر نيئاتكم بطبيعة الحال مخصولة ملاح الوجبة ديالي لازم تكون صحية باش تكون صحية لازم نحترم واحد الشي يسموه الطبق الصحي الطبق الصحي واش فيه فيه 50% خضر فيه 25% نشوية يقدر يكون الخبز يقدر يكون الأرز المقارون إلى آخره و25% تكون حاجاتها بروتين يعني اللوح ومدواجن ولا أسماء وتكون مطهية بطريقة صحية وكالوجبة باش تكون صحية لازم نحترم الطبق الصحي 50% خضروات 25% مصدر كتانشوية و25% بروتين ونختم الوجبة ديالي بقطعاتها فاكية نعم شكرا جزيلا لك أخصائية طب داخلي والتغذية العلاجية الدكتور بل عبدالوهاب فؤاد كنت مباشرة معنا ميناء الجزائر شكرا لك على كل هذه الإضاحات إلى هنا مشاهدين نصل بكم إلى ختم نقاش الصباح بقي فقرات برنامج الصباح نيوز مستمرة وإياكم